قبل القيام بمزيد من الأمثلة على قانون سنل وهو ضروري للأسئلة الرياضية ما أقوم به وأعطائك فهم بديهي لماذا تبدو المنصة مكسورة في الصورة وللقيام بهذا لنقوم بعمل صيغة مبسطة من هذه الصورة هذا هو المقطع الجانبي من الكأس أو الزجاج هنا هذا أفضل ما لدي ثم لنرسم المنصة الأصلية أولا سأرسم المنصة حيث هي أصلا إذن تدخل من هذا الجانب للكأس وفي الحقيقة المنصة ليست مكسورة تصل لقاع الكأس وتصل للأعلى بهذا الشكل وتصل قليلا للأعلى وحقيقة هي لا تنحني هنا هذا غير متعلق بما نقوم به ما أود القيام به هو عند النظر للكأس من هنا لماذا تبدو كما لو أن المنصة مكسورة كل ذلك يأتي من انكسار الضوء كما لو أن ضوء من المنصة أسفل هنا يتغير لأنه ينتقل من وسط لآخر الآن نعلم من مؤشرات النضوء يتحرك بشكل أبطأ في الماء أكثر منه في الهواء أبطأ في الماء أسرع في الهواء لنفكر ماذا سيحدث لنرسم شعاعين ساقطين على هذه النقطة من المنصة هنا سأرسم شعاع ساقط هنا سأخذ اتجاه تقديري الآن عندما يسير من الوسط الأبطأ إلى الوسط الأسرع ماذا سوف يحدث؟ حتى يصل إلى هنا إذن الجانب الأسرع من الشعاع في نهاية المطاف سيصل إلى الهواء وباستخدام مثال سيارة توضيح طريقة الإنحناء للضوء إذن إذا تصورنا أنها سيارة بعض الناس يصورونها على أنها مسيرة فرقة الجانب الأسرع من هذه الفرقة سيخرج بهذا الشكل وسيبدأ بالاتجاه نحو اليمين لنرسم شعاع آخر لنجعل شعاع من نفس النقطة على طول المنصة إذن الشعاع الآخر هكذا سيتحول أيضا للجهة اليمنى والآن إذا كان هناك عين تراقب من هنا لنرسم الأنف والبقية إذن انظروا للأسفل أين سيبدو هذين الشعاعين نقل عينه كبيرة كفايا لرؤيته ذلك من أين سيبدو هذين الشعاعين قادمين وإذا افترطت أن هناك خط هنا هذا ما تفعله عيننا ودماغنا إذا افترطت أين كان الاتجاه الذي يتحرك به شعاع الاتجاه الذي يأتي منه شعاع وأيضا بالنسبة لشعاع الارجواني سيبدو للمشاهد أن هذه النقطة من المنصة هي حقيقة هنا وإذا تابعت عمل هذا عند عدد من النقطة من المنصة ستبدو هذه النقطة على المنصة حقيقة كما لو أنها هنا إذن المشاهد المنصة ستبدو بهذا الشكل كما لو أنها منحنية إذن ستبدو هكذا وكأنها منحنية برغم أن الضوء من هنا يسير الأعلى ويتحرك للخارج لأنه ينكسر عند تحويله مرة أخرى فإنه يتركز هنا كما رأينا عند هذه النقطة الأولى إن الضوء عند هذه النقطة عندما يخرج إنه ينكسر إذن كما تشاهد إذن كما تشاهد هذه النقطة على المنصة ستبدو كما لو أنها هنا مع النضوء السقطة هنا ولهذا تبدو كما لو أن المنصة مكسورة إذن كل هذا يحصل بسبب الانكسار من الذي يحدث من الانتقال من وسط أبطاء لوسط أسرع على أمل أنك قد استفدت من هذا الفيديو